التدريب الأخير وكما قلنا سابقا هو تدريب الإبداع حيث يقوم الطالب بالمرحلة الأولى برسم الحرف مرة واحدة متحركا ومرة واحدة مع حروف المد الطويل هذا المقطع والمرحلة الثالثة رسم الكلمات المنفردة كل كلمة مرة واحدة والمرحلة الرابعة وهي رسم الجملة كاملة تتضمن كلماتها المتواصلة ابدأ عزيزي الطالب مرة واحدة فقط الآن الكلمات المنفردة ظافي ظافي رن ظافر هنا مرة واحدة طالي طالي بن طالي بن هنا مرة واحدة منفصلة مونا منظ منظم 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 مرة واحدة الآن نأتي إلى الجملة متواصلة ظافر طالي بن نظيف ومنظم إذن نكتب الجملة متواصلة فتصبح لدينا ظافر طالي بن نظيف ومنظم ولا ننسى النقطة في نهاية الكلمة التي تعني عدم الكتابة فيما بعدها هنا يوجد لدينا جملتان تتضمنان الإملاء المنقول هنا نبدأ بالتهجئة ثم القراءة السريعة وأن تقوم الأم بتدريب ابنها لإعطائه هذه الإملاء منقولا ثم غير منقولا أي غيبا لتقييم الطالب وتمكنه من الكتابة غيبا قراءة متواصلة تقول صفاء الصف نظيف تقول فعل مضارع للمؤنث صفاء هي الفاعل واسمه مؤنث الصف تتضمن اللام الشمسية الجملة الثانية يطعي يطعيم يطعيم ظافي ظافير ظافير عصف عصف عصفور عصفور صغير 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 إذن قراءة متواصلة يطعيم فعل مضارع يخص المذكر لأنه يبدأ بالياء وظافر هو الفاعل وهو اسمه مذكر إذن عليكم أن تقوموا بالتدرب على هذه الجمل للإملاء المنقول والإملاء غيبا غير منقول هنا عزيزي الطالب سورة من سور القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى وهي سورة المسد سورة المسد التي تتحدث عن أبو لهب وعن زوجته وكيف كانوا يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نالوا عقابهم من الله سبحانه وتعالى فالمطلوب فقط أن يقوم الطالب بترديدها وحفظها شفويا دون الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم إذن أبا لهب هو عم الرسول ولكنه لم يصدق برسالة الرسول ولم يؤمن بالله تعالى وكان يضع الحطب ويوقده في الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد قام بعقابه هو وزوجته التي عاقبها الله سبحانه وتعالى في نار جهنم بجيدها بجعل وضع جيدها حبل من النار يلتف حول جيدها أي خسرها فهنا يجب على الطالب أن يقوم فقط بالحفظ الشفوي لصورة المسد والآن قبل أن أقوم بختم الحصة أود أن أقوم بتكليف الطالب بالواجب البيتي لهذا اليوم فلا وهو القيام بنسخ كلمات وجمل هذه الصفحة ركز على رقم الصفحة الصفحة رقم 67 الواجب المطلوب هو نسخ كلمات وجمل الصفحة رقم 67 في دفتر النسخ الخاص باللغة العربية وهكذا أنهي معكم حصتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حصة تالية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله